موسيقى الشيخ محمد سرور ثمانية أعوام قضيتها في المملكة العربية السعودية كان العام الأول في حائل ثم خمسة أعوام في القصيم ثم هناك عماني قضيتها في الحساء هذه الأعوام الثمانية أفرزت تيار هو اليوم من أوسع التيارات الفكرية والسياسية في العالم الإسلامي ينسب عددا إليكم يعرف بالتيار السروري أو بالسروريين كيف نشأ هذا التيار؟ وما هي حقيقته؟ نعم هذا التيار كانت بداية نشوئه في السعودية والمنتسبون إليه ليسوا من جنسية واحدة من مختلف الجنسيات لا سيما وأن السعودية أصبحت فيما بعد من الأماكن التي يقصدها الأرب سواء كانوا مدرسين أو عمال أو أي عمل آخر أكادنا نصلها ليس هناك شيء اسمه السرورية أنا ابتليت بهذا الإسم على غير رغبة مني من أين جاء الإسم؟ من الذي بدأه؟ والله أحيانا مضحك الإسم في أثناء اختلافنا مع الإخوان السوريين توترت الأجواء بيني وبين الشيخ من المشايخ كان هو من التيار الثاني وأنا ما زلت في تيار دمشق والشيخ رحمة الله عليه غضوب فهو يتكلم لصديق آخر مننا يعني من هذا العالم فقال شروري شروري كانت نابعة من غضب ومني الصديق هذا صاحب نكتب صار إذا التقينا يجعلها مكان للتنذر والمساح يعني بدأت نكتة بدأت نكتة وبدأت يعني قل بالتسعة وستين بالثمان وستين والله ما أدري ثاني مرة أسمع النغمة هذه في مؤسكر لجامعات كان في الأردن بتصور 74 هكذا فمن عادة الإخوان أنه في مثل هذه اللقاءات اجتمعوا بإخوانهم من البلاد العربية أحد الفضلاء وهو مدرس في مكة قالت انتبهوا فيه هذا مننا سروري هو من السروريين يعني والله أول مرة بسمعها يعني قصة هذاك الأخ نكتب ظاهر تعبر عن غضب لكن القصة الثانية تعبر تخوّف الإخوان من وجود تيار مناهض أو مناوئ بدنا نتحدث عن الإخوان وأوضاعنا ففي حدا من هالتيار هذا طبعا مسؤول حظ الأخ أنه فيها ناس موجودين فسألوا واحد منهم إيش هذا الطيار السروري حسب المعلومات بتعرف إحنا أحيانا في فترة لما نزعل من بعضنا بصير كلام غير مناسب قال هذا شيخ سوفي وكان في الرياضي يساوي حلقات ذكر وأنا يعني دي موقف سيء من السوفي من يوم فلقت ها وكذا وكذا يعني فسروا بهالطريقة فسر السروري بأنها صوفية صوفية والشيخ هذا عنده كذا قدرة ومدروين وكذا وبعدين قال والله أنا ما أعرف الرجل لكن هذا إخواننا قالوا إلي فكان هنا بداية الحديث عن هذا التيار الحديث الماس يعني فهم من الإخوان لكن لكن لما صار في القوات الأمريكية دخولها للسعودية وبعد احتلال القوات العراقية للكويت ظهر مجموعة من المتسلفين في السعودية فكانوا يرددون هذا الكلام القصد منه التناوز بالألقاب والإساءة إلى كل من يعمل في هذا التيار وطبعا أي إنسان حر يريد أن يخدم دينه ودعوته وينتهج منهج سلفي يكره أن ينسب إلى مذهب فما بالك أن ينسب إلى رجل مجهول ها يعني أيضا القصد غير التناوز بالألقاب القصد التنفير طيب لو وضعنا هذه التسمية جانبا ونرجع نتكلم عن هذه الظاهرة ظاهرة تيار جديد يبدو أنه يجمع بين مدرسة الإخوان المسلمين الحركية من الناحية الحركية ومدرسة السلفية من الناحية الاهتمام بالتأكيد على العقائد وعلى السلوكيات التي فيها انتهاج للسنة النبوية هذا التيار موجود هو حقيقة أليس كذلك؟ نعم هو حقيقة هل له اسم؟ هل هو تنظيم؟ لا ليس له اسم لكن هل هو تنظيم؟ هو تنظيم وهو تيار لكن ليس له اسم؟ ليس له أليست هذه مشكلة أنه يكون هناك ظاهرة منظمة تيار منظم له أهداف وله وسائل وله انتشار واضح أنه له انتشار مهم ولكن لا يعبر عن نفسه فيترك للآخرين أن يعبروا عنه بما يريدون أليس هذا جزء من المشكلة؟ أصحاب هذا التيار يقولون من صفات أهل السنة التي تحدث عنها العلماء أنا أنقل لك وجهة نظرهم وأنقل وجهة نظرهم لأني كنت على خلاف معهم في هذا الأمر يقولون أن أهل السنة ليس لهم اسم ويكفي في مواقفنا أن نعبر عن رأي السلف والموقف السن الواضح في هذا الأمر هذا رأيهم وخلينا نوفر على المسلمين اسم منها الأسماء الجديدة لأن المسلمين الآن صاروا ينقسموا أحزاب ويتعصبوا للإسم فلم يريدوا أن يضيفوا حزبا بل وجديدة على الإسلاميين أنا كان وجهة نظري أن التسبية ما في منها ما في مانع منها والعمل تحت هذه التسبية ما في مانع منه لكن كان يرافقني الشعور أريد أن أخلص منها الورطة إنما أنا مقتنع أن التسبية ما فيها شيء هم لو أخذوا بنصيحتك وأطلقوا على هذا التيار اسم لانتهت عملية السرورية لانتهت النسبة الظاهر حبوا أنهم الناس يسبوني بدان ما يتكلموا عن جماعة لكن أنت ما هو دورك في هذا التيار ما هو مذكور في الإنترنت وما يذكره طبعا المذكور في الإنترنت أو في الأدبيات حول هذا التيار قليل جدا الحقيقة لأن أصحاب التيار لم يتكلموا عن أنفسهم الذي يتكلم عنهم هم الآخرون هؤلاء الآخرون يضعون لك موقعا مركزيا إما من حيث أنك المؤسس أو المرشد الروحي أو الموجه يعني ما حقيقت ذلك ما هو دورك في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر